في الفيديو ده هنشرح الـ BBB Protocol HDLC Protocol والـ Frame Relay التلاتة بروتوكول دول بنستخدمهم في حاجة اسمها الـ Least Line بلازم نفهم الأول ايه هو الـ Least Line الـ Least Line ده لما نيجي نوصل فرعين لشركة مثلا والمسافة بينهم كبيرة يعني كل فرع في بلد وليكن مثلا في فرع في أسوان وفرع في القاهرة فبنوصلهم من خلال الـ Least Line بنوصلهم من خلال الـ WAN وده من خلال شركة التليفونات اللي هي الـ ISP اللي هي الشركة المزودة بالإنترنت الكابل الـ Least Line ده هو بيبقى الأفضل والأغلى سعرا بنتعاقد مع شركة التليفونات أو الـ ISP على كابل Least Line وده بيبقى كابل مؤجر يعني بنتفعله إيجار شهري فشركة التليفونات بتوصل لك لغاية الشركة عندك كابل تليفون والكابل ده بيبقى له باند ويتس معين الباند ويتس ده طبعا هو اللي بيحكم لي البتريت اللي هي السرعة زي ما شايفين في الصورة اللي قدامنا كده وده باستخدام واحد من الثلاثة بروتوكولز دول اللي هما الـ PPB HDLC Frame Relay وده شكل الكونيكشن بالزبط ادي عندي الشركة بتاعتي وادي الـ ISP عندي أنا في روتر والـ ISP عنده روتر عايزين نوصل للروترين ببعض ده مفروض بيكون من خلال كابل السيريال كابل السيريال عشان يوصل بالبورت السيريال عندي في الروتر وبيوصل في البورت السيريال اللي في الـ ISP طبعا لازم الروتر بتاعي يكون فيه وصلة سيريال مش كل الروترات فيها طيب الوصلة اللي بيني ما بين شركة التليفونات هو كابل التليفون عشان كده بنحط Conversion بيحول من كابل التليفون للسيريال ده عندي في الشركة وبرضو في الـ ISP بروتوكول تريبل بي 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 وده بروتوكول الطبقة التانية من بروتوكولات الوان طبعا لا بيتعملش مع الـ IP ولا مع الـ Routing البروتوكول ده بيستخدم أربع بروتوكول الشاب باب lcp ncp بروتوكول الشاب بيستخدم فيه تشفير الباسورد والداتا الباب بيستخدم فيه تشفير الباسورد بس lcp بيستخدم فيه التحقق الاثنتيكيشن يعني من الـ username والباسورد lcp بيستخدم في الـ authentication أو التحقق من الـ network وده شكل الـ connection بين فرع الشركة وبين الـ ISP اللي هي الشركة التليفون دي الشركة بتاعتي وده الروتر بتاعي اللي في الشركة والـ ISP برضو عنده روتر الناحية التانية فعايزين نوصل الروترين ببعض بالشكل ده والبورت ده اللي في الروتر بيبقى متفاعل عليه واحد من الثلاثة بروتوكول اللي احنا قلنا عليهم اللي هو الـ ppp ldlc frame relay الـ ppp protocol ده غير مملوك لشركة سيسكو ولكن الـ hdlc فهو مملوك لشركة سيسكو الـ hdlc بيشتغل على أجهزة سيسكو بس بخلاف الـ ppp بيشتغل على سيسكو وغير سيسكو الـ ppp مميزاته أكتر في المميزات والخصائص من الـ hdlc وده جدول بيوضح المميزات بتاعة النوعين يعني هنلاقي مثلا الـ error recovery هنلاقي موجود في الـ ppp ومش موجود في الـ hdlc الاثنين بروتوكول بيضيفوا هدر للـ data زي ما شايفين في الصورة اللي قدامنا كده هتلاقوا الهدر تقريبا واحد يعني المسميات واحدة ولكن التفاصيل هي اللي مختلفة الفريم ريلي الفريم ريلي وده أسرع وأفضل من النوعين اللي فاتوا اللي هم الـ ppp والـ hdlc لأنه بيشتغل بنظام الباكت سويتشينج يعني الـ data ما بتمشيش في مصار واحد بيقسم الـ data إلى باكت سوية صغيرة وبتتحرك في مصارات مختلفة وده بيديني سرعة أعلى وسهولة وبيقلل من استهلاك الـ resources وده النوع الشائع والمستخدم حنفعل بروتوكول من الثلاثة على البورت بالشكل ده ونوصل للروترين من خلال كابل السيريال الليستلائن هو واحد من الثلاث طرق اللي بنستخدمهم في توصيل الشبكات من خلال الوان يعني رمي يكون فيه اثنين لان عندي والمسافة بينهم كبيرة الثلاثة أنواع اللي هو الـ VPN, MPLS, Leased Line يعني لو رتبنا الثلاثة بروتوكولز بالأفضل هيبقى رقم واحد اللي هو الفريم ريلي رقم اثنين بي 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 رقم ثلاثة الـ HDLC موسيقى